والتجديد لهم لما بعد مباراة القمة أو نهائي دوري الأبطال فيه أيضا عروض جاية اللعيب نادي الزمالك بالأخص لأشرف بن شرقي وعرض إماراتي واحد من اللعبين المميزين اللي يمكن في الفترة اللي فاتت نادي الزمالك بيعتمد عليهم جميعين نادي الزمالك كمان بتثق فيه بشكل كبير جدا ومهراته يعني لعيب مميز ما فيه شك وبالتالي وجود عرض ده شيء طبيعي لأشرف بن شرقي ولكن اللعب حتى الآن رافض التفكير فيه أي عروض حتى نهائي أفرخي أو ما بعد مباراة يوم جمعة القادم إن شاء الله طبعا لسه أشرف بن شرقي على فكرة مرجعش من المغرب لسه مرجعش من انضمامه للمنتخب مرجعش القاهرة ممكن بكرة ممكن بعده هينضم ليه المعسكر خاص بنادي الزمالك أيضا بنقول الحمد لله على السلامة الحازم مام سلبيت المسحة التانية الخاصة به بعد إصابته بكورونا ألف سلام على الحازم الحمد لله على سلامته إن شاء الله يبقى آخر اللعبين المصريين إصابة بكورونا طبعا مبارح أول مبارح كان فيه كهرباء ثم صالح جمعة أيضا ألف سلام عليهم اتنين من اللعبين المفروض مميزين ومتواجدين في النادي الأهلي وبالتالي إصابتهم شيء كان محزن بالنسبة لجمهير النادي الأهلي وأيضا محزن لنا أنه إحنا مش عايزين أي حد يتصاب بفيروس كورونا وبالتالي هو مرض بيجي غصبا عننا لكن لازم إجراء كل الإجراءات الاحترازية بالنسبة لللعبين خلوا بالهم فيش اختلاط كتير خصوصا أن هم لعبين موجودين في أنداء كبيرة عندها بطولات مهمة وبالتالي تواجدهم في أماكن عامة أو تواجدهم في أماكن ممكن تعرضوا أن هم يصابوا بفيروس خصوصا أن النادي أو الفريق داخل على مباراة مهمة ده أعتقد تقصير منهم لازم يخلوا بالهم من نفسهم بشكل كبير لكن ألف سلام عليهم إن شاء الله يعدوا هذين محنا وإن شاء الله سريعا يرجعوا للتدريبات بنتكلم على الحكم كل الناس منتظر حكم لقاء القمة نهاية دور الأبطال وبالتالي هنشوف يوم الأربع الاتحاد أفريقي هيقرر الحكم لكن في بعض الأسماء المتواجدة زي متواجدين أمام حضرتكم صورة الحكم ردوان جيد وده حكم مميز جدا حكم للأهلي حكم للزمالك فيه الموسم دي أو النسخة دي وبالتالي من الحكام المميزين ومنتظر هو الأقرب للتواجد كحكم في هذا اللقاء لقاء مهم جدا وبالتالي اختيار الحكم أعتقد بيبقى فيه تروي شوية من الاتحاد الأفريقي عندنا خبر للعب من اللعبين المميزين نرويجي هالند بيحصل على أحسن صاعد في العالم لـ 2020 واحد من اللعبين المميزين لعب بروسيا دورتموند الألماني وحصل على هذه الجائزة طبعا من خلال طبعا تواجده بشكل مميز مع فريق بروسيا دورتموند لعب مميز لعب كلنا بنتابع الدور الألماني أكيد بنشوف تقلقه بشكل كبير ده شيء مميز جدا أنت بتبقى عندك مجموعة من اللعبين الصعادين المميزين الصغار في السن وبالتالي بيبقى عندك قاعدة كبيرة جدا ألمانيا الصراحة دائما عندها لعيبة من اللعبين المميزين سانشو يعني هو تفوق على عدد من اللعبين ألفونسو دي بيز لعب بار ميونيخ وجروندو لعب منشستر روناتت وأنسو فاتي لعب برشلونا يعني دول من اللعبين المميزين لكن هو تفوق عليهم في هذه الجائزة صلاح يعني قبل ما نروح لصلاح طيب خلينا نروح لكابتن جمال غندور حكامنا الدولي الصويق طبعا